خفضت الطباعة الثلاثية الأبعاد مراحل التصنيع والوقت اللازم للإنتاج فمثلا عندما كان المنتج تصنيعه يستغرق أكثر من أسبوعين بات اليوم جاهزا في يومين وأقل فمن قطاع الرعاية الصحية إلى قطاع النقل واليوم قطاع الطاقة نحن اليوم في مصانع سيمينز في برلين لتصنيع توربينات الغاز لنتعرف معا على كيف ستؤثر الطباعة الثلاثية الأبعاد على هذه الصناعة في المستقبل تحاول الطباعة الثلاثية الأبعاد اقتحام مجالات متعددة في حياتنا اليومية حتى وصلت إلى قطاع الكهرباء المعروف باعتماده على مكونات ضخمة تستغرق شهورا لصنعها وتشغيلها ولكن مع ثورة طباعة الثلاثية الأبعاد بات من الممكن تصنيع أجزاء من توربينات الغاز الطبيعي لطريقة أسرع من دون التضحية بالأداء كما ستصبح عمليات الصيانة أسرع بعشر مرات مقارنة بالطرق المعتمدة حاليا حسب شركة سيمينز الألمانية التي بدأت استخدام هذه التقنية في عمليتها الشركة سلمت حتى اليوم أكثر من ألف توربين غزي إلى 65 دولة لتغطية احتياجات الطاقة لنحو مليار شخص حول العالم الطباعة الثلاثية الأبعاد تسمح بتسريع عملية التصنيع وتقلل وقت التسليم وأيضا تقوم بتحسين أداء المكونات لعملائنا التحدي الأكبر يكمن في ابتكار التصاميم المناسبة والصعبة نحن في سيمينز ندرب موظفين كي يواكب التطور المستمر فمثلا تستطيع هذه الشفرة المطبوعة تحمل حرارة تتخطى 12 ألف درجة مئوية وضغط يوازي وزن باص كبير مستقبل واعد يتوقع لسوق الطباعة ثلاثية الأبعاد في كافة القطاعات فبعد أن كان يقارب المليارين وخمسمائة مليون دولار عام 2013 ارتفع إلى ثلاثة مليارات وثمانمائة مليون دولار في عام 2014 في حين من المتوقع أن تصل هذه المساهمات إلى ستة عشر مليار في عام 2018 وثلاثة وثلاثين مليار بحلول 2023 بالأرقام توفر طباعة ثلاثية الأبعاد ثلاثين في المئة من انبعاثات الغازات السامة ثلاثة وستين في المئة من موارد عملية الانتاج خمسة وسبعين في المئة من الوقت اللازم للتطوير خمسين في المئة من الوقت اللازم للإنجاز وستين في المئة سرعة في عملية الإصلاح ووسط التحول التكنولوجي والذكاء الصناعي تؤكد الشركات الكبرى وعلى رأسها سيمنز على ضرورة تدريب وتأهيل كواديرها لتواكب التطور بكافة أشكاله وإلا فلن تستطيع المنافسة من برلين مريم صليبة سكاي نيوز عربية